شايف الفلة دي كلها من نهاردة بيتك وتحت أمرك أهلا بحمد الله على السلامة يا استينا الله يسلبك خدي الأمورة خليها تنقي أحلى سويت فلفلة أنت تلعي بقى معها استحمي كده هن؟ وريحي عشان نتغدس عنها هو أنت عايسها مني إيه بالصف كلّ خيه ما تقلقيش زي ما بقولك إستحمي وهنرجع نتكلم يا ford خديها لفوق يلا يا أمورة يلا يا حلوة انتي هتشغليها معانا أصلك ما شوفتيش اللي حصل في الزار الناس بتصدق اللي شافوه بعانيهم هي كانت بتتلوى في الأرض زي الحية الناس صدقوا إنه العفارية ترك بينها فما أنا أقول إنه لولية الحبشية عشقها مفيش رد الكلامي ولما أقول إن هي همزة الوصل بيننا وبين اللي في سبع أرض تبقى هي همزة الوصل فهمتي؟ تبقى فهم أنا بقى إفرد هي رفضي تهتعملي إيه بقى ساعتها؟ ومش هترفض تعرفت عنها كل حاجة دي محا تسدق عمر الدنيا ما نصفتني الدنيا عملت مطح فيه يمين مش مال انتي عارفة؟ بيقولوا الدنيا دي عاملة زي بلاص المشي تفتح النفس لكن كلها دود ياه ده انت بايني عليك تعبتي قوي يا بيت تا تميمة في حياتي قولت مرمط أمول أبوكي أمت فين؟ شوف يا ستي أنا عشت حياتي كلها وانكوزت راجل طلع عيني وعيني اللي جاموني وفي الآخر اكتشفت إن أنا بنت حراه أول نبي طلعت بنت حراه لا عرف لي أصل ولا فصل ما تخديش في بالك أنا طول عمري كده عايشة في غم وهم انتي عافل عالة بتشمك كلها؟ أنا عاملة زي يوم أنا عاشت يوم كده من غير هامة ما عرفش عايش طب قوليلي إيه اللي حصل بالزبط أما الزفت يا جابر حطك في القبر بعد الشر عليكي كده يا شيخة نونة انتي عارفة يعني لوحد لما يتقفل عليه باب قبر يبقى مش فاضله حاجة كده غير إن هو بس الملايكة تحسبه يا لهو يا لهو على الجرالي واللي حصل حسيت إن ما فيش حاجة تستاهل وإن أنا مضيعة عمري كله بعافر عشان أخرص من جابر وراحة يمين وشمال عشان أدور على أمي وأقولي بس لما نزلت تحت القبر وبقيت لي واحدين افتكرت كل كلمة كان بيقولها الشيخ زياد في خطبة القومة عرفت يعني إيه في القبر محدش هينفعك لأمك ولا أبوك ولا أخوك تعرف يا ستنونة أول ما تقفل علي باب القبر الدنيا تسدد في وشي أول مرة أشوفكم اتعطم البني قدم شوي اتعطم ولا يسوأ أي حاجة البني قدم اللي عامل فيها فرعون متجبر ومتكبر عايز ياخد حقه وحق غيره بيدوس على الناس ويزلوه وهو شوي اتعطم لو أمه وأبوه شفوه حتى مش هيعرفوه اتعلمت كتير قوي الواحد في الدنيا دي مش محتاج غير اللقمة والهدمة والزيادة على كده يبقى طبع وعلى رأيي المثل الدنيا مع مين مع العمي والمكسحي بس الدنيا ما تحبش يديها وشه تدوس عليه الدنيا تحب اللي هي عافر ويدوحر فيها يا عافر؟ ومين عافر مع الدنيا ما بلعتوش في بطنهر؟ هتخليكي فوق محدش يقدر يدسلك على طرف هتخليكي قوية مفيش واحد زي جابر الواطي يقدر يعملك حاجة هو أنت عايزة مني ايه بالزبط؟ الناس اللي قولك في الزار وشافوا اللي باختاها مال والشياطين ما بهدلينها مش حينسوكي قبل خلاص هم صدقوا إن الجنية حباتك وإن الغب بقى في جعباتك أيها بيسترغبنا على مش غير ربنا مديحة مش هتسكت هتقول لكل الناس اللي يسألوها على اللي شافتوا إزاي بنتي في القبر يوم بالليلة وإزاي خاركتي خلاص إنتي بقيت مبروكة والناس هتجيلك من كل مكان وإحنا شطارتنا بقى نستغل ده؟ على رأي المثل الأعور في بلادي العمي كحيل العين أعور يا بيت ده إنتي أمر ده إنتي بدر بنور ده إنتي طاقت خير ونور واتفتحت لنا يعني الدنيا تفتحت لي؟ آه بس إنتي قولي لها هاتي اللي عندك وهي إي حتديكي أكتر ما إنتي عاوزة بس تسمعي كلامي ومالو مش يمكن أتنصف يعني إنتي عايزيني أعمل إن أنا على علاقة بالجنية اللي اسمالو ليا دي؟ هو إيه المشكلة إنتي خسر أنا إيه؟ يعني ده مبقاش اسمه ناصر دحكتيني ده البلد كلها ماشى بالناصر يلبس طاقية ده ليه ده؟ مش فهم أفهمك أنا عارفة الناس اللي بتشتغل بالسياسة اللي كل شوية يروح يدوا الناس سكر وزيت وشوية فلوس في إيديهم عشان ينتخبوهم عارفةهم دول؟ نبقى أسمع عنه آه الناس دي بتنصف بالمصطلحات والمفاهيم اللي محدش بيفهمها ولا عايز يفهمها ياختة أنا مش فهمة منك حاجة أنا كل اللي همني إن أنا بقى معي فلوس زي زي زبقيت الناس وخلاص وعرف عايش طب أقولك على حاجة تانية عارفة رجال اللي أعمل الكبارات دول؟ أيوه إيه بس يا ستنونة أنا فين والكلام ده كله فين؟ أنا أكتر حاجة بأحلم بيها إزاي أخلص من جابر الزفت ده وابقى حرة نفسي عايزة تبقي حرة؟ اسمعي كلامي انتش عارفة يا بيت يا تميمة اللي زيت كتير في الشارع ليه؟ بتزعليش مني يعني؟ عشان كله قاعد إيده على خده زي ما انت قاعدة كده؟ ومأنتق وعايز يجيله الغينة والهنة لحد عنده؟ محدش عايز يشتغل ولا يعمل حاجة؟ يعني العاطل وقاعد في بيتهم فاكر إن بابا نويل حيخبط عليه ويديله الشهرية أول الشهر بيقولك لقى عكوسات ومعرفش مين عامل لي عمل والبت اللي عناست ومحدش تجوزها مش تصلح في نفسها تقولك لقى جارتي عاملالي عمل لقى مش عارفة الجنة اللي تحت الأرض عشائني أنا بقى برياحه مش أكتر والنبنة دماغي تقلبت ومعدت فهمها حاجة خالص أنا فهمك إحنا مش بنضحك عالناس الناس اللي عايز تضحك على نفسها عارفة يا بيت يا تميمة أنا تعبت قدقاش أنا جبلك فناجين للقهوة دي أنا مش عارفة ليه؟ أمي ما كانتش تشرب القهوة غير في الفناجين دي وكان دايماً تقوللي الفنجانة بودن ما ينقريش ليه ما إن شاء الله؟ عشان بودن والعفاريت بتسمع وبتصمت حلوة دي قلليه ما قابت تعرفي إيه تاني؟ عشان نقول الحاجة دي للنسونا اللي بنعرفهما اسربي وأنا أقولك خدي بق هاتي عسل بصي شوفي دي قديمة قديمة عملتها قبل شوفي بس شايفة القطة دي؟ آه شايفاه والنبي بتقصو دي ايه بالقطة دي؟ يعني عدوة واحدة بتكرهلك الخير والحية اللي جنبها الحية اللي جنبها دي سمها مليها تكره نفسها وما تحبكيش ولا تحبلك الخير ودي عاملة نفسها حبيبة وهي عدوة عارفة يا بيت انت لو فتحتي مخك معايا دحنا نكسب ده نلعب بالفلوس لقعه ماشي؟ أنا من قيدك دي لقيدك دي ايه يا بيت بس أنا عارفة اللي بتشوفي إيه بيت لازم بيكون إيه المحروسة مصاحبة واحد جي من مغربي واحد تاني هندي وقراية الفنجان عندها لهم قصوه اسكوتي بقى عشان ما تقفليهاش حاضر حاضر الفنجان دي خمسة والحاضرين ستة ستة السيخ الخمسة دي أوامر بقول لك اسكوتي أنا أسفد أخرت عليكم سمع يا أختي أنت وهي؟ تغمضوا عنيكم كل واحدة تيمد إيدها تاخد الفنجان بشويش لا يفسد فاهمين؟ فنجان القصيلة تشربي يا أختي بالعناة والشي فاهمة تغمضوا عني تغمضوا عني مجال لا استني اندي عايز سجارة معلش يا حلو بس لو بيحب يدخل عوجة سكتك عوجة وكلها مصامير ايه الهم والغم ده بس ما تخفيش في فرج جاي بعديد وريني كده استني يا اختي استني في واحد حواليكي بيحوم لع الحامي ولع البارد قريب بس بعيد شوفي وريني كده دي شبه البومة آه بختك وحظك مش زي ما انت عايزة وقلبك مش في ايدك قولي انت عايزة للسبعيد سلام وقولوا من رب unos رائعون سلام وقولوا من رب fewer يا رب ورحمه ورحم الطيبات يارب يا رب يا رب يا رب الله هو الله هو أكبر الله هو أكبر آه كنت هيلة يا بيت بس الكلام خلص بس حلو حركة كسر الفنجل دي عجبتني هي الناس دي عقلة الناس دي فاضية انتش عارفة ان هم مستنينك تحت تنزل لهم هنزل لهم ايه تاني انا العاد عندي حاجة اقولها والعاد عندي حاجة اعملها ما اقولك ايه الوليه اللي جات في الاخر دي طلع ورايا هنا اقول ايه وعمل ايه ما اقولك ايه لو طلبت تقابلك هدخلها لك تدخليها اقول لها ايه تاني انت هارفة دخلتها عليك تسوى كام تلاتين الف جنيه عشان تشوفي لها رفنجل واحدة اتصرفي اقول لها اي حاج هي اللي حتدخل تطلب منك وانت ساعيتها تقول لها الحاضر هيحصل هحامل ان شاء الله يلا حدخل هالك الله يخرب بيتك انتوا هم في ساعة واحدة اشتركوا في القناة